تعرضت الأثر العراقية على وقع الاحتلال الأمريكي عام 2003 إلى عمليات نهب ممنهجة طالت المتاحف والمواقع الأثرية وفقد العراق أكثر من 15 ألف قطعة أثرية من متحف بغداد وحده تعود إلى حضارات مختلفة بدءاً من السومرية قبل أربعة آلاف عام ومروراً بالبابلية والأشورية وصولاً إلى الحضارة الإسلامية كثير من القطع المسروقة والمهربة لا تقدر بثمن تم استخراجها واقتلاعها من أراضي البلاد عبر جماعات تخصصت بمجال تهريب الأثار وتشاركت مع تنظيم داعش عصابات محلية وميليشيات ومافيات الجريمة المنظمة في تهريب مئات القطع الأثرية التي عثرت عليها تلك الجماعات من دون معرفة القيمة الحقيقية أو النقدية لهذه المخطوطات والألواح والقطع والتماثيل الصغيرة والأختم وكالة فرس بريس سلطت الضوء مؤخراً على سرقة الآثار العراقية في مقال نشرته بعنوان كنزوس أمر وبابل الأثرية تباع على الإنترنت الوكالة قالت إن مئات من الدولارات تكفي لشراء لوح طيني سومري يعود لثلاثة ألاف سنة قبل الميلاد من خلال موقع لايف أوكشنيرز وقد وجد اللوح طريقه إلى بريطانيا ليصل بيوت المقتنين ببساطة تامة تعزز تهريب وتجارة الآثار العراقية المزدهرة أصلاً بفعل نقص حماية المواقع الأثرية والفسد وتابعت الوكالة أن هناك أعداداً لا تحصى من القطع هربت من آلاف المواقع الأثرية غير المحمية بما يكفي في بلد عهن عقوداً من الحصار والحروب ويواجه تحديات الفساد وهيمنة مجموعات مسلحة فرانس بريس بيّنت أن تهريب الآثار في العراق ذي الحدود الشاسعة والمترامية مع إيران وسوريا وتركيا والأردن والسعودية تغذيه شبكات الجريمة المنظمة في بلد يعاني من السلاح المنفلت وهيمنة مجموعات مسلحة لدرجة أن سرقة الآثار باتت جزءاً من منظومة الفساد في هذا البلد ترجمة نانسي قنقر